نسبة لإستجواب رئيس الحكومة أنه تم تقديم استجواب له و عبر الاستجواب بأريحية ما عنده مشكلة فحتى لو قدم استجواب ثاني رئيس الحكومة رح يعبر بأريحية فما عنده مشاكل بالنسبة لرئيس الحكومة فأنت الآن موضوع استجوابات بالنسبة للوزراء طبعا الآن كون الحكومة جيدة فمن الصعب أن يكون استجواب حاليا خاصة الوزراء الجدد يعني حتى لو بتقدم استجواب ما حتى رح يعيدك النواب الآخرين بحكم أنه حكومة جديدة وعطى الفرصة عشان نقدر نقيم أداءه لكن ما عندك مجافة ليش يقول لك أن العمر والمجلس حاليا رح يستمر أكثر في الحكومة الجديدة حاليا أغلبها الوزراء كلهم جدد فبالتالي من الصعب أنك تستجبه كوزير جديد وهو ما قدم شيء لحد الآن فمن الصعب لكن لما تكلمت عن المجلس الماضي الحكومة السابقة لا الحكومة كانت متواجدة بحيث لو صار أي تصعيد آخر ممكن يصير حل إنما الوضع اللي قاعد يشوفه حاليا أنا طبعا أكثر من مناسبة لما قلت رح يكون في حل ويصير حل بالفعل الآن اللي قاعد يشوفه حاليا بعد التركيب الحالية لمجلس الأمة الوزراء أغلبهم وزراء جدد فأعتقد رح بس قلت قبل مدة جاهزوا خيامك أنا قلت في الحكومة السابقة قبل الآن تشكير حكومة جيدة حاليا الآن تسع وزراء أغلبهم جدد يعني أنت تشوف أن لها الحكومة عمر الآن الحكومة طبعا الآن ستعطيها عمر حاليا تقيم بالنسبة للحكومة أعتقد أي استجواب يقدم الوزراء جدد حاليا ما راح يلقد دعم بالنسبة للوزراء الوزراء هو جديد فتاهم الوزير مستوح في فترة تعمال الحالية بس علشان جديد ولا نفس ما وصف بعض المحللين أن الحكومة هذه حكومة قبائل فيها من القبائل وفي الأغلبية من القبائل داخل البرلمان فهذا راح يشكل أحراج أيضا لكل استجواب ممكن يقدم لأحد الوزراء من القبائل فالحكومة هي برسمة الخطة بناء على هالأساس لإمادة طول عمر الحكومة لا شوف هو دائما عمر المجلس يكون بكثر ما تحط من النواب وزراء فكثر ما وزرت من النواب كثر ما أنت تمكنت أكثر بالنسبة للعدد بالنسبة لك في الحكومة لأن أكثر النواب يكون معاك خاصة في مجلس وزراء لكن أنت الآن عندك محلل واحد فقط محلل واحد الموجود محلل واحد فقط فقلت لك أن تركيبة الحالية تركيبة المجلس الأمو الحالية لا تتوقع الحل بفترة حالية